موسيقى الرئيس السيسي يواجه بالإسراع في استكمال خروج كل البضائع التي وردت إلى المواند موسيقى الرئيس السيسي يواجه بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو نضاهي نظراتها العالمية موسيقى الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى وقف هجماتها وسحب قواتها من أوكرانيا موسيقى السابعة صباحا الخمسة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تاتي حضراتكم من القاهرة أهلا ومرحبا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في استكمال خروج كل البضائع التي وردت إلى المواند فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي وخلال اجتماعنا لمتبعة مؤشرات الأداء المالي للدولة ونشاط قطاعي الجمرك والضرائب وجه رئيس السيسي بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضاربية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير رسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني وفي اجتماع آخر لاستعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيذة وجه رئيس السيسي بتنفيذ مشروع تطوير الحديقة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الآداء المالي ونشاط قطعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية وقد تم عرض الآداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 الذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات والحفاظ على المصاري الآمن للموازنة العامة وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية كما أن الحكومة قامت على مدار الثلاثة أعوام ونصف العام الماضية حتى يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من ستمائة مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2.3% من النتيج المحلي كما تم تحقيق معدل نمو في إرادات الموازنة بنسبة حوالي 14% بينما بلغ معدل نمو المصرفات حوالي 19% كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني والمدعوم من قبل صندوق النقل الدولي حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص لسيما ما تم تنفيذه مؤخرا من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطع الخاص خلال الفترة المقبلة أخذا في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضا تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاقتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية خاصة في قطاع الضرائب والجمارك وبالنسبة للضرائب فقد اطلع السيد الرئيس على ما تم من تفعيل للنظام الرئيسي للميكانة الشاملة في مصلحة الضرائب فضلا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى الثلاثين من أبريل المقبل إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأذاء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب حيث وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني وذلك بهدف تحقيق الإعدالة الضريبية ومنع التلعب الضريبي وكذا تبسيط الإجراءات الذات الصلاة كما طلع السيد الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي موجها سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة وذلك خلال العام الحالي وفيما تعلق بقطاع الجمارك فقد تابع السيد الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق موجها سيادته بالإسرع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي وفي هذا الإطار تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد خاصة ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد كذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك فضلا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والموجودة في الموانئ كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاجتماع تناول استعراض مخطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وقد وجه السيد الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حبائق الحيوان على مستوى العالم وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس ومعايير بيئية عالمية ولتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على المخطة العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مباني أثرية وتاريخية وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء وكذا المناطق التجارية إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي إلى جانب الاستعانات في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة وخلال اجتماع لمناقشة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة أكد مدبولي استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنصيق بين الوزراء والجهات المعنية كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ وثيقة السياسة ملكية الدولة التي وافق عليها مؤخرا الرئيس السيسي حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن هذه المرحلة سيكون القطاع الخاص له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على استمرار التعاون والتنصيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية سعيا لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية تلبية لاحتياجات السوق المحلية وذلك في ظل استمرار تدعية الأزمة العالمية الحالية وذلك خلال اجتماع لمتابعة عدد من لفات عمل وزارة البترول وما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات لزيادة حجم الإنتاج المحلي منها بإضافة إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار تحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة وذلك بمختلف مشروعات قطاع البترول أعلنت وزارة داخلية جهود أجهزة الوزارة في مجال مكافحة المخدرات خلال شهر والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج المتميزة نتابع تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة برائم الإتجار في المواد المخدرة وتجفيف منابعها بهدف حماية الشباب من الوقوع في براثل الإدمان وأصفرت جهود الأجهزة الأمنية في هذا الإطار خلال شهر عن ضبط 9248 قاضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمال 1025 متهمة ونجحت خلال هذه الفترة في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة حيث تمكنت من ضبط قرابة 92 طن من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزم أكثر من 5 أطنان ونحو 136 كيلو جرام من مخدر الآيس وأصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط كمية من مخدر الهروين تزم أكثر من 491 كيلو جرام وأكثر من 274 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وما يزيد عن 6 كيلو جرامات من مخدر الأفيون ونجحت في ضبط أكثر من طن من بذور الخشخاش وأكثر من 104 كيلو جرامات من بذور القنب وقرابة 3 كيلو جرامات من مخدرات الفودو والإنفيتامين والكوكاين وتم إبادة مساحة بلغت أكثر من 173 فدانا منزرعة بنبات الأفيون وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط 151 558 قرص العقار الترامدول و204 332 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية و90 651 قرص مخدر العقار الكبتاجون و5 كيلو جرامات من ذات المخدر وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 941 مليون غنيا واستمرارا لجهود التصدي لجرائم غسل الأموال تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 7 قضايا بإجمال 274 مليون غنيا متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتستمر الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لتجنب آثارها وتداعيتها السلبية على المجتمع والاقتصاد وتتواصل النجاحات الأمنية في هذا الإطار بفضل اليقظة والجاهزية والاحترافية لهذه الأجهزة تواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ دورها المهم في توطين الصناعة وتشهيد المصانع الجديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي حيث تتكامل أهدافها مع سياسة الدولة لتحقيق النمو المستدام المزيد حول المبادرة نتابعه مع الزميلة إنجي طهر انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتدليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشهيد المصانع الجديدة تعد مبادرة ابدأ دراعا اقتصادية لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وذلك يتم من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة ويطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة وتسهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة تنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ إلى ثلاثة محاور وهي محور المشروعات الكبرى محور دعم الصناعات ومحور البحث والتطوير والتدريب المحور الأول وهو المشروعات الكبرى والذي يستهدف عقد شركات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة وذلك في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى تنفيذ 64 مشروع مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة وتستوفي كل المشروعات الكبرى في إطار المبادرة معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة والنسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي أما المحور الثاني المتعلق بدعم الصناعة فهو المحور المختص بتدليل كل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع المتعثرة وذلك من خلال تسهيل الإجراءات مثل الحصول على ترخيص مختلفة وتقنين الأوضاع بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز تنمية المشروعات ومجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية وغيرهم أما فيما يخص بمحور البحث والتطوير والتدريب فهذا المحور يهدف إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمال المصرية وفقاً للمقييس الدولية هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري كذلك دعم المصانع المتعثرة من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلتها بطريقة علمية وعملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة إذن مشاهدين كان هذا استعراضاً للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ وأهم محاورها والمشروعات الكبرى التي تنضوي تحت مظلتها شكراً لكم على طيب المتابعة أعربت مصر عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر رفضها التام لأية إجراءات أحدية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس وأحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام دعية كل الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها أن تؤجيج الأوضاع هذا ونقل توكلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن الإمارات والصين طلبتا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع علنا يوم الخميس وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى وذلك أيضا في أعقاب اقتحام مسؤول رسميا بالحكومة الإسرائيلية المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة هذا وقد أثار اقتحام المسجد الأقصى موجة للتنديد الواسع المزيد في هذا العرض التالي اشتركوا في القناة 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 ومع هذا التغير لا يتوقع كثير من الخبراء تسجيل أي تقدم في الأجندة التشريعية لكل الحزبين في دورة الكونغرس الجديدة المزيد أن نتابعه في العرض التالي والزميل شادي شاش اهلا بكم اذا هو الكونغرس رقم 118 في التاريخ الأمريكي ويأتي بعد عامين من سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض تكوينة الكونغرس تؤشر إلى تغير التوازن مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب واستمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الجمهوريون يشغلون 222 مقعدا من مقاعد مجلس النواب والديمقراطيون يشغلون 213 مقعد في حين تنعاكس الصورة في مجلس الشيوخ إذ يملك الديمقراطيون أغلبية 51 عضو مقابل 49 للجمهوريين وعلى الرغم من إجماع الأمريكيين على وجود قضايا ملحة تتطلب تعاون الحزبين لمواجهتها مثل ارتفاع معدلات الجريمة وفشل سياسات الهجرة وارتفاع أسعار الرعاية الصحية لا يتوقع كثير من الخبراء تسجيل أي تقدم في الأجندة التشريعية لكل الحزبين في دورة الكونغرس الجديدة فهامش التقدم الضئيل للجمهوريين في مجلس النواب يبشر بتجربة يألفها الأمريكيون تعرف بالحوكماء المنقسمة وذلك في حين يكون الرئيس من حزب لا يسيطر على مجلس النواب ويعني ذلك أن الأجندة التشريعية للرئيس بايدن قد تواجهه تحديات كبيرة ما لم يتمكن من العثور على حلول وسط ودعم من الحزبين لبعض المقترحات التي تفيدهما معا ولمجلس النواب الأمريكي حق التصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية وله سلطة توجيه للتهمات لعزل رئيس البلاد وقضاء المحكمة العليا إضافة إلى إصدار مشاريع القوانين لزيادة الواردات وله صلاحية اختيار رئيس البلاد في الحالات التي لا ينال فيها أحد مرشح الرئاسة أكثرية ويقر المجلس معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية أو بتعليق الأحكام وهما الأسلوبان الأسرع في عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف بشأنها أما تلك التي تكون محل خلاف فينظر فيها المجلس وفقا لضوابط تضعها لجنة الأنظمة والقواعد مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول فضيعة عمل الكونجرس الأمريكي بغرفتي شكرا للمتابعة هذا ولا يتوقع كثير من الخبراء تسجيل أي تقدم في الأجنتة التشريعية لكل الحزبين في دورة الكونجرس الجديدة حيث يبشر هامش تقدم ضئي للجمهوريين في مجلس النواب بتجربة يألفها الأمريكيون تعرف بالحكومة المنقسمة حين يكون الرئيس من حزب لا يسيطر على مجلس النواب صراع محتد بين الجمهوريين والإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن قد يشهده الكونجرس رقم 118 في التاريخ الأمريكي الكونجرس بشكل جديد انتزع فيه الجمهوريون من الديمقراطيين رئاسة مجلس النواب ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه وللمرة الأولى منذ تنصيبه سيتعين على بايدن التعامل مع برلمان منقسم بعد أن احتفظ حزبه الديمقراطي بالسيطرة على مجلس الشيوخ وسيطرة المعارضة الجمهورية على مجلس النواب ومع امتلاك الجمهوريين الغالبية في مجلس النواب لن يتمكن بايدن والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة في الغرفة الثانية بالكونجرس والذي يتكون من 435 عضوا يمثلون المناطق الانتخابية في جميع الولايات ورغم أن رئيس مجلس النواب لا يشارك في عضوية أي من لجانه الدائمة إلا أن من حقه أن يصوت على مشاريع القوانين والمشاركة في مناقشة الأعضاء وهو من يقوم بتغيير قواعد العمل بالمجلس ويحيل مشاريع القوانين على اللجان المختصة ويقرر المسائل الإجرائية ويطرح المواضيع للتصويت ويعلن نتائج التصويت ولمجلس النواب الأمريكي حق التصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية وله سلطة توجيه الاتهامات لعزل رئيس البلاد وقضاط المحكمة العليا إضافة إلى إصدار مشاريع القوانين لزيادة الواردات وإليه اختيار رئيس البلاد في الحالات التي لا ينال فيها أحد مرشح الرئاسة أكثرية ويقر المجلس معظم مشاريع القوانين بالموفقة الجماعية أو بتعليق الأحكام وهما الأسلوبان الأسرع في عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف بشأنها أما تلك التي تكون محل خلاف فينظر فيها المجلس وفقاً لضوابط فضعها لجنة الأنظمة والقواعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادت باتي موري عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية واشنطن اليمينة دستورية كرئيسة مؤقتة لمجلس الشيوخ تصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا المنصب يذكر أن موري انتخبت لمجلس الشيوخ في عام 1992 كما عملت سابقاً كمساعد للزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ منذ 2017 ترأست نائبة رئيس الأمريكية كامالا هارس افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ الأمريكي لتصبح أول امرأة تقوم بذلك في الولايات المتحدة وذلك خلال مراسم أداء قسم الأعضاء الجدد وأدى مجلس الشيوخ الأمريكي اليمينة دستورية شاملاً جميع أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم وأعيد انتخابهم خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي أما مجلس الشيوخ فهو الغرفة العليا من الكونغرس الأمريكي ويتكون من نئة عضو بواقع عضوين عن كل ولاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما قال البيت الأبيض إن بايدن سيكرر دعمه الكامل لاستراتيجية الأمن القومي اليابانية التي أعلنت مؤخراً أكدت روسيا أنها ستتصدى لأي تهديدات عسكرية قادمة من اليابان وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أندري رونكو أن موسكو تعتبر سياسة توكيو في التخلي عن التنمية السلمية بمثابة تحدي خطيرة لأمن روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام وتحذره من أنه إذا استمرت هذه الممارسات فلن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ تدبير مضادة متناسبة تهدف إلى صد تهديدات العسكرية أعلنت وكلة يونها بالأنباء أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول سيدرس تعليق الاتفاق العسكري المبرم بين الكوريتين في 2018 إذا انتهكت كوريا الشمالية مجالها الجوي مرة أخرى وذكرت الوكالة أن يون أدل بالتعليق بعدما تم إطلاعه على الإجراءات المضادة لطائرات كوريا الشمالية المسيرة التي عبرت إلى الجنوب الأسبوع الماضي داعيا إلى بناء قدرة للرد الصاحق ترجمة نانسي قنقر دعت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا إلى وقف هجماتها وسحب قواتها من أوكرانيا والتزام بالسلام في عام 2023 وضف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أنه بينما تعتبر الأعياد وقتاً لاحتفال والسلام اخترت روسيا تكثيف حملتها للتسلح خلال فصل الشتاء مشهيراً لأن روسيا تصاعد من هجماتها على البنية التحتية لأوكرانيا مما يلحق أضراراً بنظام الطاقة في البلاد ما زال توتر يتصاعد بين واشنطن وموسكو في عدة ملفات أبرزها الأزمة الأوكرانية حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تقامت بنشر الفقمئة وواحد تابع للجيش الأمريكي في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا يتذلك وسط تحذيرات من الكونغرس بالمخاطر الشديدة التي تنطوي عليها خطوة تسليم واشنطن منظومات صواريخ باتريوت لأوكرانيا المزيد في التقرير التالي تطور خطير وسط توطر متصاعد بين واشنطن وموسكو في عدة ملفات وأبرزها الأزمة في أوكرانيا وسائل إعلام أمريكية أكدت أن الولايات المتحدة قامت بنشر الفرقة 101 المحمولة جواً التابعة للجيش الأمريكي في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا وأفدت صحيفة نيويورك تايمز بأن هذا الانتشار يعتبر الأول للفرقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية الصحيفة أعلنت أيضاً أن الفرقة الملقبة بالنسور الصارقة أصبحت أقرب وحدة من الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا وأضافت أن جنود الفرقة يقيمون في قاعدة جوية جنوب شرقي رومانيا وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 101 تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الرومانية على بعد أميال قليلة من الحدود الأوكرانية كما أشارت إلى أن التمارين المشتركة بين واشنطن وبخارست تشمل إطلاق المدفعية وشن هجمات بمروحيات وحفر خنادق مماثلة لتلك الموجودة على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة خرسون الأوكرانية ملف آخر شهد تطوراً مهماً حيث حذرت اللجنة الاستشارية في الكونجرس الأمريكي من مخاطر شديدة تنطوي عليها خطوة تسليم واشنطن منظومات صواريخ باتريوت لأوكرينيا اللجنة أشارت إلى أن مسألة إرسال منظومة الصواريخ تثير تساؤلات خطيرة حول فعاليتها وقدراتها على التصدي للهجمات الجوية الروسية كما دعت اللجنة مشرع الكونجرس بضرورة التدخل في هذا القرار حيث حذرت من أن ربما ستأخذ الصواريخ من وحدات تابعة للجيش والمخزونات الحالية وسائل إعلام أمريكية أعلنت أيضاً أن الولايات المتحدة لم تصغي لدعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتزويد جيشه بصواريخ تكتيكية بعيدة المدى من طراز أتاكامز وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض رفض بشكل قاطع تزويد الجيش الأوكراني بالأنظمة الصاروخية التكتيكية لأنه يعتبر هذه المعدات العسكرية خطيرة للغاية في ضوء المواجهة مع روسيا وأشارت في الوقت ذاته إلى أن القذائف الأمريكية التي يصل مداها إلى 300 كيلو متراً لا تزال على قائمة الرغبات الرئيسية لقيادة كييف جدد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترود التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية والمالية وغيرها لأوكرانيا جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني بلودومير زيلينسكي حيث تناول الجانبان آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية لكييف في مواجهة تهديدات ومخاطر التصعيد قالت وزارة الدفاع الروسية أن 89 جندي قتلوا في الهجوم الأوكراني على ماكييفكا في دونياتسك مطلع الأسبوع الماضي وأضفت الدفاع الروسي أن السبب الرئيسي للهجوم في استخدام القوات المكثفة للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به بمناطق في مرمى نيراني الجيش الأوكراني مشيرة إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الهجوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن ولاية كاليفورنيا ستشهد في منتصف الأسبوع عاصفة عاتية سيتخللها هطول أمطار غذيرة قد تؤدي إلى فيضنات مميتة المزيد في التقرير التالي أجواء صعبة تعيشها الولايات المتحدة بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك بعد أيام قليلة من عاصفة شتوية خلفت عشرات القتلى وتسببت في ضمار واسع في عدة مناطق وبالأخص نيويورك خدمة التقس الوطنية الأمريكية أصدرت بيانا أعلنت فيه أنها تتوقع تساقط ثلوج على السهول العظمى في الشمال وفي أعالي وسط غرب الولايات المتحدة ليصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا كما أكدت أن العاصفة نفسها تهدد بحدوث أعاصير وعواصف رعضية شديدة فوق أجزاء من جنوب الولايات المتحدة وبالأخص ولاية نيبرسكا وساوث داكوتا التحذيرات شملت أيضا هبوب عاصفة شتوية تتوجه صوب الشرق وتتسبب في ثلوج بارتفاعات تتراوح بين 30 و45 سنتيمترا فوق ولايتي ساوث داكوتا ومينيسوتا بجنوب البلاد الولايات المتحدة تشهد أيضا سقوط أمطار غزيرة كما صدرت تحذيرات أخرى باحتمالية حدوث أعصير بطول وسط ساحل الخليج الأمريكي وقالت خدمة التقس الوطنية إن شمال ولاية ميسيسبي أصبح تحت وطأة الأعصار إحدى شركات الرحلات الجوية أعلنت إلغاء العشرات من الرحلات في مطار مينابوليس سانت بولي الدولي ومن المتوقع أن تتعطل الرحلات خلال فترة أكبر تساقط للثلوك حتى يوم الخميس ولاية كاليفورنيا كان لها النصيب الأكبر في هطول الأمطار الغزيرة فوق الساحل الشمالي وبحسب السلطات فإن الأيام المقبلة ستشهد أمطار غزيرة أخرى انقطاع مستمر للكهرباء في آلاف المنازل والشركات بولاية كاليفورنيا حيث تسببت الرياح والأمطار القوية الناجمة عن العصفة في أضرار جسيمة في سكرامينتو مع توقع هبوب عصفة كبيرة أخرى على الولاية وحذرت هيئة التقص الوطنية من أن تأثير العصفة قد يكون وحشيا وسيشمل على الأرجح الفيضانات وسقوط الأشجار وانقطاع الطيار الكهربائي والخسائر المحتملة في الأرواح البشرية ونصحت السلطات السكان في منطقة الخليج بالاستعداد لانقطاع الطيار الكهربائي أو إغلاق الطرق التي قد تستمر عدة أيام أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الأممية ستصدي في يوم الاثنين المقبل المؤتمر الدولي المخصص لإعادة أعمار باكستان وذلك بعد الفيضانات المدمرة التي ضربتها خلال الصيف الماضي ووضحت المسؤولة الأممية أن باكستان ستقدم إلى المانحين الدوليين خلال المؤتمر خطة عمل للتعافي وإعادة الإعمار التي تقدرها حكومة باكستان بأكثر من 16 مليار دولار والآن مشاهدين وقف مع أخبار الصحافة المحلية والعالمية ونستهلها بصحيفة الوطن التي أبرزت توجيه رئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في استكمال خروج كل البضائع التي وردت إلى الموانئ فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحكومة أو بحوكمة منظومة الإفراج الجمهوركي وأضافت الصحيفة أن خلال الاجتماع تابع مؤشرات الأداء المالي للدولة ونشاط قطاع الجمارك والضرائب ووجه رئيس السيسي بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضربية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير رسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني كما وجه بسرعة تسوية كل الملفات الضربية المفتوحة والقديمة وذلك خلال العام الحالي وفي اجتماع آخر لاستعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وجه رئيس السيسي بتنفيذ مشروع تطوير الحديقة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حضائق الحيوان على مستوى العالم أبرزت وأفادت صحيفة فينانشل تايمز بأن الاتحاد الأوروبي عرض على الصين لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا وذلك لمساعدة السلطات في بكين على احتواء موجة العدوى الناشئة عن تخفيف سياسة صفر كوفيد إلا أنها لم ترد بعد على العرض وأشرت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة جزء من جهود مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة لتنظيم استجابة أوروبية لاحتمال حدوث موجة جديدة من العدوى قالت صحيفة والجاردين البريطانية أن وزير النقل البريطاني مارك هاربر أكد أن الأشخاص القادمين لبريطانيا من الصين لن يتم إخضاعهم للحجر الصحي في حال إيجابية اختبار فيروس كورونا الخاص بهم وضفت الصحيفة أن هاربر قال أن بلاده تجمع هذه المعلومات لأغراض المراقبة لافتا إلى أن واحدا من كل 45 شخص في المملكة المتحدة مصابون بكورونا حاليا رياضيا أعرب نجم البرتغالية كريستيانو رونالدو منضم حديثا لصفوف فريق الناصر السعودي عن سعادته بالانضمام إلى ناديه الجديد مشيرا لأنه متحمس للغاية لبدء مشواره مع الفريق وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي لتقديمه أنه يشعر بالفخر لاتخاذ قرار الانتقال لنادي الناصر السعودي مؤكدا أنه انضم للناصر من أجل تحقيق الانتصارات والألقاب كما أوضح بأنه طلق العديد من العروض خلال الفترة الماضية من أمريكا وإستراليا والبرتغال ولكنه فضل في النهاية الانتقال للناصر في حدث رياضي عد هو الأكبر في تاريخ كرة القدم السعودية قدم نادي النصر رسميا في مؤتمر صحفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في احتفالية كبيرة على ملعب مارسول بارك شهدت حضور عشرات الألاف من الجماهير جماهير العالمي استقبلت رونالدو بحفاوة بالغة لحظة ظهوره في الملعب وحرص رونالدو على تحية جماهير فريقه باللغة العربية قائلا للجماهير أنا عالمي في إشارة للقب نادي النصر الشخير وخلال المؤتمر الصحفي أعرب رونالدو عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق السعودي مؤكدا أنه أكمل مهمته في أوروبا بعد أن حقق كل الألقاب وحان الوقت لخوض تجربة جديدة في قارة أسيا رونالدو أكد أيضا أنه فضل فريق النصر بالرغم من تلقيه عروضا من الفرتغال والولايات المتحدة واستراليا كما أكد أنه جاء للرياض لتحقيق الانتصارات والألقاب وعلى هامش الحفل قال رئيس نادي النصر السعودي إن كريستيانو لم يطالب بشروط تعجيزية عند التعاقد وطالب معاملته كزملائه من ناحية المكافآت مشيرا إلى أن كريستيانو لاعب مبدع وملهم للكثير من الشباب والنشق المدير الفني لفريق النصر السعودي رودي جارسيا أكد من جانبه أن انضمم رونالدو للفريق صفقة تاريخية مشيدا بنادي النصر وطموحاته وجماهيره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف نادي النصر السعودي لمدة موسمين ونصف حتى صيف الفين وخمسة وعشرين في صفقة امتقال حر وصفتها وسائل الإعلام بالأغلى عالميا وتنتظر الجماهير مشاركة رونالدو مع نادي النصر بشغف خلال الفترة المقبلة في منافسات بطولة الدور السعودي للمحترفين وبطولات عالمية أخرى وصل جثمان أسطورة كرة القدم البرازري بليل مثواه الأخير إلى مقبرة ضخمة بمدينة سانتوس تطل على الملعب الذي توفد إليه ألاف في وداع مهيب وانتهى تكريم الشعب البرازري الأخير لبيلي بموكب استمر أربع ساعات في شوارع المدينة الساحلية وقال نادي سانتوس أن نحو 250 ألف شخص حضروا على مدى يومين تكريما لبيلي الذي توفي الخميس عن عمر نهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان تعدل أرسنل سلبياً مع ضيفه نيو كاسل يونيتد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا التعادل ارتفع رصيد أرسنل إلى 44 نقطة من 17 مباراة في صدرة جدل الترتيب فيما ارتفع رصيد نيو كاسل إلى 35 نقطة ليحتفظ بالمركز الثالث فاز منشستر يونيتد على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي وبتلك النتيجة رفع ألمان يونيتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر ختم السابع مشاهدين وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيسي يواجه بالإسراء في استكمال خروج كل البضائع التي وردت إلى الموانئ الرئيس السيسي يواجه بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو نيضاه نظراتها العالمية الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى وقف هجماتها وصحب قواتها من أوكرانيا ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة كنت معكم نصري فؤاد إلى اللقاء